بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم عافلون لقد حق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الندقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبسرون وصباء عليه ما أنذرتهم أم لا تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى فنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا صحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء لننتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من نفس المدينة رجل يساء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يدذن الرحمن بللل لا تغني عني شفعتهم شيئا عني شفعتهم شيئا ولا ينطدون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزهون ألم يروا كم مهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعوا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخير وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أعدته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مغلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل صابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذنيتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومطاع النلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعن من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واهدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن صحاب الجنة اللوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكون لهم فيها فاكهة ولهن ما يدعون صلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألما هد إليكم يا بني آذم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اللوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا ياطلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أبلم نرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالك نكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم منصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم مننا لعلم ما يسرون وما يعلنون أبلم نروا الإنسان أننا هدقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافلة الرافعة إذا رجت النور رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزوادا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مونا متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ملذان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور النعين كأمثال اللولو المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغبهم ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخبود وطلح ممود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا نترابا لأصحاب اليمين صلة من الأولين وصلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل مم يحروم لا بالد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعذابا ما إنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى بيقات يوم معلون ثم إنكم أيها اللون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرعيتم ما تمنون أأنتم تخلقون هنا وامنحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرعيتم ما تحرطون أأنتم تزرعون هنا وامنحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرعيتم الماء الذي تشربون أأنتم من زلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرعيتم النار التي تغرون أأنتم من شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كديم في كتاب مكنون لا يمصه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم من يكون محسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ببيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقي فيها فوج سعى لهم خزنتها ألم نأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا بقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم ما بجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أبلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من نمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سبيا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفدى خليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة صيئت مجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم من أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تبكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم من أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وبلع الميزان ألا تتروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض والعهال لنام فيها فاكهة ومن خلدات لكمان والحب ذو العسر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخوج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبال المنشآت في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والعرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والنس إن استطعتم من تنفذوا من نقطار السماوات والعرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشوام من نار ونحاس فلا تنتسران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل أن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنباس والمقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من مستبرق وجنن جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرة الطرف لم نتمثهن إنس قبلهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء اللهسان إلا اللهسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مضهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لما تمثهن إنس قبلهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خبر وابقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الزلال والإكرام